كثيرة هي البرامج والمشاريع الإغاثية التي قدمها مركز الملك سلمان للإغاثة في اليمن خلال السنوات الأربع الماضية أعادت اليمنيين إلى حياتهم الطبيعية في التقرير التالي نتعرف على قصة أم أحمد التي نزحت من مدينة تعز في وسط اليمن إلى مدينة عدن في جنوبها وكيف لمركز الملك سلمان للإغاثة دور في مساعدتها أم أحمد نزحت من مدينة تعز مع أبنائها الأربعة وما تبقى لها من حرب لا تبقي شيئا ولا تذر وعلى أمل العيش في مدينة دون سماع أزيز الرصاص ومعاناة القوع المميت حطت رحالها في مدينة عدن متمسكة ببصيص أمل قد يلتفت لمعاناتها لم تمكث طويلا حتى شملها غيث مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الخيرية من خلال المعونات التي يقدمها للمدينة بشكل مستمر من الغذاء والدواء وغيرها من الاحتياجات الضرورية يعني في المدينة حقنا رهبة بك يعني خوف ضرب تشريد قاتل ملقبال الحوت يعني تشريد قاتل ما عادش منقدر أن نخرج للقهال ولا حني للسوق للمدارس يعني خلاص بكينوا خايفين ضرب موت الوحدة يخرج بنا أنتم عندها يقبوا لها يعقدة يعني خلاص تقيترق منه شقفة أو ما ترقش منه الحاجة أنهائيا يقبوا لك حين راسه يقبوا لك رقوله يقبوا لك أي حاجة منه حين حين ما يقبوا لك منه أي حاجة يستطيعون الأطفال شلوهم معاهم يقندوهم يقندوهم من حتى يكون عادوا عمر تسع سنة عشر سنة شلوه بلغس بيقندوهم معاهم نقل حارب معاهم ترضي ولا مش ترضي شلوه شلوه لم يقتصر دور مركز الملك سلمان على المساعدات الطبية والغذائية فحسب وإنما تعددت وتنوعت لمجالات أخرى من ضمنها الالتفات لأطفال تم تجنيدهم مسبقا من قبل الميليشيا الإنقلابية حيث قام المركز بعادة تأهيلهم ببرامج ودورات من شأنها مساعدة الأطفال لعيش طفولتهم في هذه المرحلة وبث روح الأمل والتفاؤل والبناء في أوسطهم تأهيل الأطفال المجندين المركز حاليا ينفذ في المرحلة الأولى تأهيل عدد 2000 طفل تم تجنيدهم من قبل الإنقلابيين الحوتين ويتم تأهيلهم كي يعودوا إلى حياتهم الطفولية والبرية الانتهاكات الحوثية المستمرة بنهب المساعدات الإغاثية للشعب اليمني لم تقف حجر عفرة أمام المركز في تقديم المعونات فسعى من خلال وسائل وطرق عدة لإيصال المواد الإغاثية لمستحقها ليس فقط لمن هم في المناطق المحررة وإنما شملت السكان الذين يعيشون في مناطق سيطرة الميليشيا ومن يعيشون وضعا إنسانيا صعبا بمختلف المناطق بسبب ممارسات وانتهاكات الإنقلابيين شكل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الخيرية نافذة الأمل التي قلبت التفاؤل والسعادة للشعب اليمني من خلال المعونات الإغاثية التي يقدمها بشكل مستمر كما ساهم في التخفيف من معاناة حرب تسببت بها الميليشيا الإنقلابية لأخبار الآن مازن الشعبي عدن